ومعاكم مرة تانية في ستوديو نهارك سعيد لسا مكملي مع بعض فقراتنا وتحت شعار فخورة بإني مصرية بالتعاون مع جمعية أحباء مصر برئاسة السيدة هاني البرتقالي هتقام احتفالية كبيرة جدا يوم 17 إبريل هيحضرها عدد كبير جدا من السيدات المشرفات على المجتمع المصري هنتكلم عن كل تفاصيل الحدث ده أو المؤتمر ده نهارده مع ضفتنا شيماء سعيد أحد منظمي حاملة فخورة بإني مصرية سبعة خير يا شيماء سبعة نور عامل ايه؟ الحمد لله شيماء ممكن تكلمينا في الأول بس عن شعار فخورة بإني مصرية أو الحدث بشكل عام؟ هو الحدث عن المرأة مصرية عن المرأة مصرية اللي هي مش لقيا فرصتها اللي عندها موهبة مش لقيا فرصتها ايه؟ في العمل؟ في العمل طبعا في العمل في المجالات عندها موهبة عندها طاقة عايزة تطلع حاجات مش لقيا مكان تارت فيه فإحنا جمعنا الناس دي كلهم عندهم منتجات حلوة جدا مستوى حلو جدا وكلها بقى هاند ميد؟ كلها هم مشاريع صغيرة كلها في البيت كلها معظمها يعني هاند ميد مفروشات كبكيكس اكسسوارات كل الحاجات دي إحنا جمعناهم وهيشتركوا معينا إن شاء الله يعرضوا حاجاتهم على الناس اللي تيجي تحضر هما إزاي بيشتركوا معيك يعني اللي عندها موهبة أو اللي عندها مشروع صغير زي ما أنت بتقولي بتعمل مفروشات أو بتعمل أي حاجة صناعة صناعة يدوية إزاي ممكن توصلك علشان تشترك معيك في الاختفالي هما بيدخلوا على اللينك بيدخلوا على اللينك يبعتوني ميسج أو يشوفوا رقمي بنحاول نقول لبعض نتكلم بعض يعني أنا لي أصحابي بيوصلوا الناس لكن هو الأساسي بيدخلوا على اللينك الموجود ويشوفوا يبعتوا لي لهم يبعتوا لي هما بيعملوا كيف؟ اللينك ده بيبقى معروف لناس زي يعني؟ المفروض مكتوب هينزلوا ها هنورد الوقت فهو اللينك ده هيدخلوا عليه ويبعتوا لي اسمهم ورقم تليفونهم بيعملوا إيه؟ كما تقولينا كده اللينك عشان لو حد أو أي سيدة عندها أي مشروع صغير هو إحنا اسمينا ليلى إيفانتس ليلى إيفانتس فهم هيكتبوا ليلى إيفانتس على الفيسبوك بالعربي؟ لا بالإنجليش هيكتبوها بالإنجليش بس هيتعالوهم اللوجو بالعربي هما هي يعني أما يدلقونا كويس قوي لحد الوقت طبعا لما بيجوا يعرضوا الحاجات دي بيبيعوا بقى مش كده طبعا لما بيبيعوا الحاجات دي بتبقى ليهم لا الربح ليهم الربح خاص بيهم يعني حاجة كويسة قوي إيه الهدف من ورا التعاون بتاعكم مع الجامعيات الأهلية في الحدث ده؟ لأن هي جامعات الأهلية يعني هي جزء كبير من الناس دي جاية من طريقها برضو هما ليهم علاقة بالسيدات المجتمع بسيدات اللي عارفين الأماكن اللي بيشتروا منها فهم كمان بيساعدوا في حاجات كتير جدا خاصة بالمرأة وحقوقها فإحنا جمعنا كل ده عساس يبقوا معبودين معنا يساعدوا الناس دي في إنهم يكملوا في مشروعاتهم بس فهي مدام تهاني هتبقى معنا بتشجعنا بتشوف بتتابع السيدات دي ممكن تساعدهم في إيه بعد كده لأن هو ده دورها وهي دور بتعمله من زمان تبع جماعيتها جماعيتها حباق مصر المشاركات في الاحتفالية أو في المؤتمر اللي انتو عاملين يعني بازار عدد المشاركات في البازار ده عدد كبير ولا لأ لأنه وهل انت متوقع أن الإقبال يزيد مثلا على البازار ده لأنه دوقتي بنمر في البلد طبعا بأكيد مشاهد كتير انت عارفها كويس بلد تمر بالظروف صعبة شوية انت متوقع أن يقول فيه إقبال شديد وانت أغلب أكيد؟ أنا متوقع لأن إقبال من النحيتين من الناس اللي عايزين يعرضو لأن هما مش لقيين مكان يعرضو فيه مش لقيين وظيف لهم فهما عايزين يعرضو حاجاتهم ويوصلوها للناس والناس حابت تشتري إن الحاجات دي بتبقى سعيرها كويس آآ تبقى سعيرها كويس جدا لأن الطبيعي إن ها هي اللي بتعمل حاجتها بنافسها في بيتها فهي تبيع على طول اللي بياخد منها فما بيبقاش في حد لينك في النص فيزود السعر والميزة كمان البيس اللي الناس بتشتغيها ما بتبقاش موجودة لا مش موجودة ومش موجودة في اي مكان برا الحاجة هي وممكن ما تتكررش حلوة جدا فهي بتبقى السعر طبعا بيبقى كويس جدا والماتيريا بتبقى كويسة والفينش بيبقى كويس انتو بدقين العمل ده من امتى تقريبا من قبل الثورة وانتو بتعملوه لا بس بعد الثورة لا بعدها بتدينها بعدها عملتوها كم مرة تقريبا لحد الوقتين هو الاول كانت حاجات صغيرة حاجات في البيوت مع الاصحاب ونتجمع ويعني حاجات صغيرة ما يكونوا انو نتوسع فيها نعملها بقى بشكل كبير مكان كبير واسع مكان نقدر الناس اكتر تجيلنا معنانو الاقبال كبير انتو توسعوا الموضوع وتعملوه في مكان كبير طبعا عشان او زي ما قلت ان الحاجات كويسة والجودة بتاعتها كويسة واصارها يعني افرد بالجدا هتقرروا بقى التجربة مرة تانية مع جمعية احباء مصر ان شاء الله نكمل في الموضوع ده ونشجع كل اللي معنا ويتطوروا من نفسهم اما بيتجمعوا ويشوفوا قراء الناس بيزودوا حاجاتهم بيتشجعوا اكتر يشوفوا بعض ياخدوا افكار من بعض فبيبقى الموضوع طبعا بيتطور اكتر فبينساعدوا في الموضوع ايتي اصلا شغلك ايه او تخصصك كان ايه قبل ما تعملي فكرة البزار انتي واصدقائك انا متخرجة من فنون جميلة فالجزء الفني موجود فيي ان انا احبى برضو الحاجات التامل بالايد والهاند ميد وكده وبتديت بعد كده اشتغل في الاكسسوارات عملتها عملت الاكسسوارات هاند ميد واشتركت انا من نفسي في حاجات في الأوبن دايس دي والحاجات دي بعد كده فكرت ان اجمع بقى الناس ونعمل احنا الموضوع مع بعض بطريقة اكبر انا نفسي بعمل زي يوم بعمل حاجتي وبعمل عن ميد واصحابي بيشتروا مني في حاجة من اللي انتي لابساها عم هاند ميد لا مش النهار دا لا طب وبيعملوا الاكسسوريس بقى كمان للسيدات وبيعملوا حاجات للاطفال بيعملوا طبعا واليوم هيبقى فيه جزء للاطفال يرسموا يلونوا يعملوا حاجات باديهم هما كمان يتعلموها كسورات صغيرة باديهم هيبقى فيه جزء تصوير فان كده ليهم يتصوروا فيه اه يعني كمان حتى بيروحوا يوم بسطوا يتصوروا يعملوا يوم لطيف كده ويشتروا حاجات هاند ميد يقضوا كده يعني هيبقى يوم سبت اجازة فهيقضوا وقت مع بعض وكله مع اطفاله هالاطفال هتبسطوا والمامتهم هتتفرج وتشتري حاجاتها انت شايفة ان المرأة المصرية هل هي نموذك يحتزى بيه من الدول مثلا العربية اللي حوالينا ولا انت شايفة ايه رأيك ايه بما ان انت شاركتي اكتر من مرة في حاجات فيها صناعة كده يدوية ومصرية من نساء مصر المرأة المصرية من اكتر السيدات طموحة بتحب الشغل طموحة جدا وزي ما قلتلك حتى اللي ما عندهاش شغل برا البيت حابة تعمل حاجة جوا بيتها فهي طموحة جدا انا شايفة ان احنا من اكتر السيدات بالطموحات في الوطن العربي كله طب ده كويس قوي دي حاجة تشرفنا جدا انا عايز اقول انه في منادات الفترة فات فيه اسوات كده بتاعلى ان هما يلغوا المجلس القومي للمرأة رأيك ايه انت في الموضوع ده بما ان انت يعني واحدة من الناس المتحيزة جدا وعايزة المرأة تقى موجودة ويكون لها دور كبير والله المشكلة في الموضوع ده انه هو كانت مؤسسة من مؤسسة النظام اللي فات اللي كان كل حاجة بتتقلنة فيها ما كانش بتحصل فهي مشكلة ان لو هما ما بيعملوش حاجة يعني يعملوها بطريقة جديدة بإدارة جديدة ويبينوا للناس هما ايه فعلا الحاجات في الواقع في الحقيقة يصوروها للناس يفهموه من ده بيحصل بجده وناس تتصق فيهم يعني ملهاش لازم خالص انما احنا مش عايزين كلام وخلاص وشعرات والتعليم كويس وفي الاخر اكتشاف ما فيش اي حاجة كويس ما فيش حاجة عوضة بتطبق فعاليا من الكلام او المكالمات اللي هما بيقولوا وناس كنت بتسمع وتصدق انت شايفة المرأة المصرية لسه في حقوق انا عارفة ان السؤال ده يعني ايه بس انا بحب برضو عارف رأي كل السيدات لانه ممكن حد لكل قاعدة ممكن حاجة تيه وتكسرها يعني انت شايفة ان المرأة المصرية اخرت او حصلت على كل حقوقها؟ لا طبعا لسه كتير شايفة ما ممكن يحصل ده بعد قد ايه احنا كل المتصورين ده يتحقق على طول بعد الثورة لان المرأة كانت وقفة زيها زي الرجل في الثورة ولا احنا ابتدينا انحقق احنا ابتدينا احنا الشباب الجيل اللي هما في الآشرينات والثلاثينات ابتدوا يحققوا الموضوع ده مش مستنيين بقى حد هما بيعملوا بيدوروا على شغلهم بيدوروا على بيتهم يعني ابتدوا يحققوا الموضوع ده انا شايفة ان احنا الجيل ده جيل عنده اسراء ابتدى يحقق الموضوع ده والسيدات دلوقتي خلاص ما بقاش فيه بقى الستة اللي عايزة تقعد في البيت رب الاطفال وبس كده لا عايزة تنزل كمان لمجال الشغل وتلاف السراء طبعا عايزة تعمل كل حاجة فطبعا دورها اساسي في البيت وانها هتربي اولادها لان هم هيطلعوا جيل تاني هيكمل كل المشوار وكل اللي منعمله لكن في نفس الوقت مش معنا ده دورها الوحيد في عندكم شروط معينة لاي امرأة او اي سيدة انا حابة انها تشترك معاكم في الليلة الكبيرة اللي انتو عايزين تعملوها دي للصناعة اليادوية للمرأة لا هو الشرط الوحيد انك هتبقى بتعمل حاجة بنفسها الحاجة تبقى يعني الحاجة خامتها كويسة ميما بيقايم ده؟ في حد فيكم بيقى في قايم الباتيريال والحاجات دي؟ الموضوع ده منشوف يعني على الاقل بدي بعتلينا صور الحاجات بنفهم من الصورة الحاجة دي شكلها عمل ازاي؟ عمل ازاي؟ مضبوط حاجة جديدة حاجة مش متكررة حاجة مش الناس هتجي هتلاقي حاجة مش موجودة برا فهيتشجعونا ومشتريوها منها طب قولي انا عايز اعرف حاجة هل عندكم كمان يمكن احنا عارفين ان الاطفال لما بيشتغلوا منهما صغيرين يعملوا حاجات كده مشتريها صغيرة من الاطفال للاطفال هل انتو عندكم مثلا تخيروا ان المرات اللي جاية تبقى عاملين حاجة شبه دي؟ اه فعلا فيه الفكرة دي موجودة ان الاطفال نفسهم يبتدوا يعملوا حاجات وهم نفسهم يقفوا يبيعوا الحاجات بتاعتهم لاصحابهم والموادهم ورباهم وللناس الكبار كمان يبقى فيه سكشن كده للمرأة مضبوط هم يعملوا ممكن يبقى فيه يختارعوا فيه بقى تتعامل قبلها الاطفال تتجمع فيها تتعلم ازاي تعمل حاجاتها بطريقة كويسة وانها تقدر تقدمها انها تتباع وبعد كده يجوا في اليوم البزار او اليفنت اللي هنعملوا يبوعوها هم بنفسهم حتى يتعلموا يعني انتو بتعملوا و هل بتعملوا ورشات عمل قبل اليفنت قبل الحدس للناس الكبار مش هنبقى محتاجة لان الناس الكبار هم كل واحد عارف الحاجة اللي هو بيعرف يعملها كويس ولو حد محتاج ممكن ممكن نعمله مفيش مشاكل خاص لحد محتاج انا اعرف برضو انه فيه حدس دا انتو بتعملوه دا انه يبقى يوم كامل صناعة يدوية المرأة او استاتي تقدر ان هي تعرض فيه كل الحاجات اللي هي بتصممها بنفسها اناعرف انه فيه جهات كتير قوي بتعمل الحاجات دي انتو بتتجمعوا مع بعض وتتفقوا وتاخدوا مكان مثلا كبير زي اللي انتو واخدينو يوم سبعة ابرين ان شاء الله يوم السابت اللي جاي تتفقوا مع بعض وتعملوا مع بعض جابها كده كبيرة وقوية علشان الاقبال يبقى كبير قوي او برضو دي حاجة من الحاجات اللي هنعملها بعد كده ان احنا يعني احنا بننظم هنتجمع مع ناس تانيين نظموا حاجات ونعمل حاجة كبيرة جدا يعني هي دي من الافكار اللي هنعملها ان شاء الله بعد كده علشان الحاجة ان يبقى فعلا كبير جدا مجمع عدد ناس اكبر الخبرات هنا وخبرات هنا تتجمعوا مع بعض فان شاء الله انت عارفة انه السيدات في المحافظات وفي الريف محروبين شوية من الاحداث اللي زي دي هل انتو عندكم تصور او تخيل او ترتيب الفترة اللي جاية ان انتو تجوبوا القرى ان انتو تروحوا مثلا تعملوا ده انت عارفة كمان السيدة الريفئة او السيدة اللي موجودة في المحافظات مهرة جدا وستة عندها عندها تصاميم حلوة جدا انتو متخيلين انتو ممكن تروحوا المحافظات والقرى تعملوا حاجات ذات احنا عندنا الفكرة دي ان وهتبتدي برضو معنا يعني مدام تهاني ليه علاقة بالسيدات اللي بيبقوا اسموهم أسر منتجة تمام بداية الطريق ده يعني هما دول برضو بيبقوا سيدات من مناطق شعبية او متزورش انتوصلوا لهم بقى ممكن محتاجين بقى وسيلة تانية غلى الانترنت لانه ممكن يكونوا دول الوقت لا دول طبعا مش وسائل تانية اه لا احنا كمان لكن احنا عارفين ان في ناس تانية ما تقدرش توصل فهنحاول نوصلها بطرق تانية ونكلمهم بنفسنا ونقابلهم بنفسنا يعني الموضوع ده احنا ابتدينا المرة دي بطريقة معينة هنا في القاهرة والموضوع هيتطور كل فترة وهيبقى افكار جديدة زي مرة قلنا الاطفال ومرة السيدات اللي ممكن نجمع سيدات من الاماكن القريبة الفيوم بيعملوا حاجات كويسة جدا مثلا فهنجمعهم فهو ده ان شاء الله الخطة اللي جاية يعني انا ان شاء الله يوم استبتع حاول اكون موجودة معاكم وانا بتمنى لكم كل التوفيق من قلب الجد وان شاء الله يكون افنت عالي او يكون اقبال كبير وكل الناس ان شاء الله تشرفنا مع ادخالهم لانه هيبقى في جزء اليهم برضو المرة دي يعودوا يعملوا حاجات بأيديهم برضو حلو جدا يخشوا بقى على ايه على الفيسبوك اه اللينك اه يخشوا على ايه قلتلي الليلة ايه الليلة ايفانت طمم انا بريد اتمنى لكم كل التوفيق وجود لكم شايماء جدا مشاهدين كان معانا شايماء سعيد احد منظمي حفق حملة فخورة باني مصرية يوم السبت اللي جاي عاملين احتفال كبير جدا هيكون من 11 صبح ال 11 بالليل هيكون فيه كل سيدة حابة انها تصمم حاجة بأيديها حاجة يدوية وانك بقى تقدر تباعها وتقدر تعمل غيرها ويبقى حاجة جميلة جدا ويوم جميل قوي للمرأة حسابكم مع فاصل ونرجع مرة تانية مع اشرف فقرة جديدة اشتركوا في القناة